هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي وكل الأراء اللي عم تسمعون بهيدا البودكاست هي رأيي أنا وهيسم بس وما بتمثل حكواتي أول شي بونسوار تقلكم إنه نحنا اليوم حدرنا لهيدا الحلقة كنا عم بكذب عليكم هيدا الحلقة أنا وهيسم لترلي ما حكينا غير بموضوعة يعني كيف يعني قبل ما نستقبل هيسم معنا على الخط هيدا الموضوع عنا عنوانه وأنا وهيسم قررنا إنه نطلع بهيدا الحلقة ونحكي اللي بقلبنا بما يخص هيدا الموضوع فأهلا وسهلا فيك هيسم إنت راضي لحلقة هيك شوي مميزة اليوم من أول شي بونسوار حيثو إنه بس عنا عنوان الحلقة ولكن يمكن ما منعرف على الأدش وبدنا نحكي لأنه رح يطلع كل شي هيك عفوة ومن قلبنا مثل دايما بونسوار هيسم قد يكون من أكتر الأشياء اللي بحبها فيك قد يكون قد تكون يعني الشغلة اللي بحبها فيك أكتر شي هو إنه حلقتنا هي عبارة عن تقريبا 40 دقيقة أنا بتقليلي بونسوار على دقيقة 38 يعني الانتراداكشن طبعي اللي هي أطول من حياتي وأطول من مسيرتي الفنية ليه ما بتستقبليني بالأول بعدين بتحكي كل هالحاكي بقعد بناطرك أنا يعني بونسوار لأنه دايما لما تترك الشغلة للآخر بيكون عندك إذا بدك هيك مكانة خاصة ووقع خاص فإنه هيدا اللي بحسه تجاهك هيسم خليني أقول أنا أنه صح يا اللي قالته غنوة يعني هيدا الحلقة تحديدا بحبة لأنه ما ما اضطرنا نحكي كتير أنا وغنوة قبل دغري قلنا أنه قالت لي غنوة هيدا الموضوع اللي بدنا نحكي فيه أنا وفقت لأنه طلع بيعني لي أدمى بيعني لابعتقد ولنخبركن لأنه بطبيعة الحال غنوة رح تستعمل هاي الغنية فلنخبركن شو هي رح خلي شمس الغنية تقلنا شو هي الخبرية بالحلقة يا الله هيدا أغنية بعتقد هيدا أغنية بالحياة أصحابك وين سوري 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 أوكي لكن أصدي هي ديك خلاص خلينا نعيد تاك تو ما بيأثر خلاص غنيت لك ياها ما حدا لحدا يا حبيبي ما حدا لحدا لا وأنا كنت فيت بالعرض لأقول أنه أنت بكل حلقة بتستعمليها للغنية لأنا بهالأد بعرفها عن جد أنا نسيت أي غنية لشمس الغنية بأعتذر ما بيأثر قبل ما نطلع بالحلقة هيسم على الأد من ديقتين نزلت سوري بتقول على الأد هي من فحو حلقتنا فحو فإذا حلقت اليوم برعاية فحو عن فحو أعتقد أن أبشع ما يمر به المرء أن يدفع ثمن صدقه وعاطفته يدفع ثمن أنه كان حقيقي أكثر من اللازم في يوم من الأيام قبل ما نتعم بفحو اللي كتبتي كيف بتصبط معك ثمن صدقه وعاطفته يعني هالعربية تحيي لأ أنا ألت أني غلطت تحيي لأ معلمة العربية إذا بعد ما وجود بيناتنا على الكرة الأرضية تقبرني مدام عمار تحيي لألا مدام عمار اللي أدي تعبت وسهرت ليالي ليطلع معك أنه ثمن صدقه وعاطفته يعني كيف هيك ما هو معطوف عاطف ومعطوف أولا ثانيا مضاف إليه يعني بيكونوا مجرورين ثمن صدقه وعاطفته تفضلي أديشك عميئة بها ستوري بدي بلش هيدا الموضوع أو هيدا الحلقة بسؤال لإلك هايسا مثل ما دايما بحب بلش أول شي بونسوار بسؤال لحضرتك أدي من واحد لعشرة أو من واحد لعشرين لنعلق شوي السكور أدي من واحد لعشرين عم تقدر تبقى صادق نفسك وصادق مع نفسك بيظل كل شي عم بيصير معك بيظل كل شي عم بتواجهه من خيبات وغير خيبات أول شي عطينا على عشرين وبعدين خبرنا له واو أوكي إذا بدي بلش بال يعني بدي بلش بالعلامة بقول في درام رولز أو شي أو لا هيك دغري لحقول العلامة أوكي بقول ستعش ستعش على عشرين قادر تبقى حقيقة جه نفسك لو تسأليني قبل حسب بشو بس إذا عم نحكي على كل شي عم بيصير حولينا وإنتي بتعرفي شو عم بيصير حولينا بركي قبل كان عندي عمى أكتر بالحياة يعني كانت في كتير أشياء ما شوفها وهلأ رح أحكي عن الموضوع العمى بالعلاقات والحياة كنت بعدني ما كتير عم بفهم الحياة كيف ماشي كل ما أفهمها أكتر كل ما عم ينزل صدقي مع نفسي أكتر لسبب إنه كتير صعب إنك تكوني صادقة مع نفسك بهيدا المجتمع وبهيدا المطرح كتير هل الخيبات وصلوك إنك تشك بنفسك؟ يعني كنت تحس لما يصيرو هالخيبات معك أو هالصدمات إنه أنت الغلط والعالم هني الصح معقول إنه أنا هيك والعالم هيك دايماً منقول إنه ما كذب نصيف زيتون لما قال بإيدي ما بوسها بقى يعني إيدي هي جزء مني وهي كمان بطلت قوسها فيها لأ عن جد مع كل الخيبات اللي بتمرق مش بس عليها لأ مش بس أنا قاطع بهالشي أنا أكيد أنت قاطع بمليون وكل اللي عم يسمعونا قاطعين أنا اللي قاطع باعرف إنه أنت اللي قاطع فكل خيبة بالحياة كل مرة بتحسي بخيبة كل مرة بتحسي بكف بالحياة مش إنه بتقل سأتك بنفسك أو صدقك مع نفسك بس إنه بتصير تسألي يعني بتزيد أسئلتك بتزيد إنه أنا طبع صار عمري 29 أو 30 سنة معقول بعدني هالقد عم بكتشف الحياة معقول هالقد بعدني عم بكتشف قده في ناس منا صادقة معي معقول هالقد بعدني بتفاجأ إنه مش مفروض اتفاجأ وهيدا شي وفرته من مبارح لليوم مبارح كان في اتصال المستمعين بيني وبين غنوة هيك اتصال عميق حكينا فيه بأشي يعني بيصير مرة بالسنة نعم لقلقت هيسة مع التليفون مرحل فوفرت من مبارح لليوم لأقلك إنه أنت من الناس يلي بعدها لليوم بتتفاجأ وهيدا شي كتير حلو على فكرة هيدا شي بيدلقى دقل بك طيب بعدها لليوم بتتفاجأ بالحياة كأن بنت عمرة ما بعرف سبع سنين عم تتفاجأ لأول مرة بالحياة وهيدا الشي بيزعل كتير عن جاد لأنه فيه مش بس انت في كذا حدا كاراكتير وهيك بيزعل كتير بس حلو كتير بيدلق دقل انت حدا عن جاد طيب ولأول مرة رح اعترف بأول شي بمصور قد دقل بحب أنا نفسيتي كل هيكل اللي كتير طفلة بس دايماً بيزعل إنه غنوة بعدها بتتفاجأ كل ما تاكل كف بالحياة إذا فينا نسميه كف لأنه هيسم بتوقع العالم يكونوا مثلي وبتفاجأ لما لما مش ناس ما بتعرفني أنا ما ببلوم الغريب وما بعتب على الغريب إذا تصرف معي بطريقة معينة لأنه لا أنا بعرفه لهو بيعرفني لا بيعرف كيف أنا عايشي ما بيعرف ظروف حياتي كلها وإنما الأزة اللي بيجي من أشخاص مفروض بيعرفوك من أقرب الأشخاص لإلك إن كانوا أصدقاء إن كانوا عائلة لما يجرحوك أو لما يأذوك الأزة طبعهم بيبقى عميق وبيأثر يعني أنت لما أنا حكيتك مبارح كنت نوعا ما يعني إذا بدك بالقعر لأنه كنت عم بيستوعب اللي صار معي هلأ ما رح أحكي فيه لأنه ماني حابة أحكي فيه هيكي على العلن وكذا بس هو نوعا ما يعني مثل أنه كيف بدي أقلكن استوعبت شغلي إنه استوعبت إنه يمكن في حدا من أصدقائي ما عنده يمكن نفس حب أو نفس تعلق فيه مثل ما أنا عندي ياتي جاه يعني أنا كنت مفكرة هالشخص هيك 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 طلع هيك هيك ما بعطيت حد عارف شو عم تحكي بس عم تحكي لحظة لحظة صدمتك الأساسية باللي صار هي مكانتك بحياة الشخص أو مكانته بحياتك يعني زبطتك سؤالي رحت تتفهمي يعني شو فاجأك أكتر يعني وين واجعت أكتر بهذا الكف اللي أكلته هل بمكانتك لأنك حسيت إنه منك أولوية إنوف بحياته قد ما هو أولوية بحياتك كصديق عم نحكي أو العكس أو صدمتك كانت إنه أنا لا هيك بحياته ما زالني أنا هيك بحياته فهمتي قصدي يعني ما زال أنا هون ما هني ثنيناتهم تقريبا هني ثنيناتهم تقريبا بيرجعوا لبعض يعني أنا لا صدمت إنه أول وحدة أنت قلتها شو كانت إنه إنه مكانتك بأولويات حياته كصديقة مش مثل ما هو يعني مش مثل ما هو موجود نعم مية بالمية أنا بدك تعرف شغلي هيسم وإنت بعدك مش كتير معليش خلينا نقول كمان بما إنه عم نتصارح أنت كمان ما كتير بتعرفه عني لأنه بعد في هيدا الحاجز اللي دايما منحكي عنه على أول شي بمصور أنه أنت مني من النوع اللي مثلا بمسك التليفون هيسم وينك هيسم بيرد علي بس معلي مبارح سوري سوري مبارح لما أقرب الناس لإلك هيكي وجعوك عند مين شلت التليفون مين رد عليك معلاش ما بني هي مين رد علي تاني مرة معلاش كمان هيدا من بعض ما كنت حكيته الساعة واحدة بعد الدور لا رد علي ساعة عشر يعني إذا كنت عم بموت ما كنت عم برد علي هيسم فلا الفكرة بس اللي بدي وكنت وصل لك يا هيسم اللي ما كفيتها اللي هي أنه أنت يمكن بتعرفها نوعا ما وحكيت عنها اللي هي أنه أنا لما حب يخي أنا بحب من قلبي ما بعود بعرف مصلحتي مصلحتك لأنه بعتبر أنه أنا مصلحتي من مصلحتك أخدي بعين الاعتبار مصلحتك يعني أنا يجي يوم من الأيام وأقذي حدا عن قصد أو عن غير قصد يعني أنا ما بفهم الواحد كيف فيه يكون أناني أو كيف فيه تتغير نفسيته تجاه الشخص بلا ما يرفله جفن ما فيي يكون أناني أو أعشق حدا تاني وما أعشق حدا تاني غير نفسي مع حدا ففعلا هيسم الواحد ما إلو غير نفسه فعلا ما إلو غير نفسه على قد ما هالجملة صعبة على قد ما أنا كنت بآمن بالصداء على قد ما كنت بآمن بالحب النقي والطاهر مع الأيام حتى ولو صار عمري 29 سنة بعدني بنصدم لأنه بعدني بتوقع دايما الأفضل والإيجابية من الآخر وإذ فيي عم بتلقى العكس تقريبا لكن بفهمك لأنه أنا كما أنا من الناس كمان يعني لي مش من كتير زمان بلشت خلص سلم أو استسلم لفكرة أنه عن جد عن جد عن جد ما إلك إلا نفسك يعني بلى في إلك عائلتك لأنه عائلتك ما رح يحبوا حد عليك بالحياة بس أنه وبدوا لمصلحتك بس الناس اللي حدك قد ما كانوا قراب منك ما بيوفروا فرصة ليخزلوك يعني للأسف ما بقع يعني ما بقعرف كيف بتصير الأشياء كل مرة بحط مبررات أو أكيد أنت بتحطي وحيا الله حدا بيسمعنا للناس اللي منحبهم دايما منلاقيلهم عزر يعني دايما منقول أنه تبركي نسي بركي أكيد أصدق أنه بده كرمالي بس بتوصل إلى محل بتعرفي أنه لا عم بيكذب على حالي أنا كمان مش هاي الخبرية الخبرية أنه الناس بطبيعتها بتخزل للأسف وللأسف يمكن من وراء كل شيء عم نعيش ومن وراء كل الظروف اللي عم نعيشها من وراء ضغط الحياة بتنتبهي أنه إيه أنه خليني أوصل لمحل حط عن جد أو لويته لهيدا الشخص أو مكانة هيدا الشخص بحياتي مثل ما أنا بحياته بالزبط جربية يعني أنا صار لي فترة تقريبا سنة وعن جد ما بقلك أني مرتاح أكيد ما أني مرتاحة فكرة بالعكس أنه بتشتغل الأفكار أكتر بس أنه بتوصل إلى محل على القليلة بتقولي أنه أنا ما عم بعطي أكتر ما عم بياخد لأنه عن جد اللي بيعطي أكتر ما بياخد وبيتعب أنا حدا كتير بيعطي أكتر مثل ما أنت بتعطي كتير أكتر بعرف أنا كمان بس أنه لازم توصل إلى محل مين مكان الشخص مين مكان بيعطيني بيشوفني بعين بيشوفه بمية بس يشوفني بعين بالأول مش أنه لقيه له حج لا ما عم بيشوفني وقم أنا شوفه عم تفهميني أو لا ليه نحنا هيك هيسا تقعد تسأليني أسئلة كغنوة آخر الليل لا عن جد بعتقد تربينا هيك عن جد ما بعرف إذا هي تربية ليه أني ما تربوا هيك مبارح كنت عن جد مبارح على الأد هيدا السؤال سألتها يا إختي كنت عم بحكي معها بالموضوع قلت لها قلت لها عن جد ما بعرف يا نحنا مربيين غلط يا هن مفهومن للحياة وللصداء أو لكل شي غلط شوفي أكيد مش نحنا تربينا غلط يعني أكيد مش المنيح هو الغلط أكيد العاطل هو الغلط ما بتلوم أهلك أنه أنت طالع كتير منيح أنه قلبك سوبر طيب أنه أنا بلوم وين شخصيت القوية وين اللأ وين أنه لأ ما فيك تعمل فيه هيك ذاكريني نحكي عن اللأ بعد شوية لأنه حلوة الجميلة الليلتية بس شوفي بيعز دين المشكلة آه بلوم بلوم كل شي بلوم حالي وبلوم أنا كبرت على هالمبدأ يلي هو أنه أنا حب الناس وأنه بدي الناس علي أو بدي مصلحة الناس علي أني أقول آه دايما لحي الله شي حتى لو بيكسرني أو بتعبني بس بقول آه لأنه بعرف أنه هيدا شخص بحبه فأنا بدي أعطيه للآخر بس وصلت لمرحلة يغنوة من بعد كل عن جد الخزلات بحياتي اكتشفت أنه لأ كتير غلط اللي نحن عم نعمله ولأ غلط اللي عم نعمله بس بنفس الوقت مش نحن الغلط مش شخصيتنا الغلط هن الغلط بس هاي الحياة ماشي هيك يعني ماشي الدنيا بالمقلوب صح أو لا عندي سؤالين اتنين كتار اه تفضلي بس ضيعت فكرة عندي سؤالين وكان بدي أحكي شي مهم اه تفضلي ما هو لو بتختصر تبقى كانت فكرتك بتوصل أسرع سؤالين ليك شو أني سميوية عنجاد بتتهم نفسها بالطيبة بقيف مع الناس سمعين واشعين والناس بدين الشمس فوالله مهم الانتنشن يا هيسا اوكي اول سؤال بيطرح نفسه انه في صديق من كل اصدقائك اللي مروا عليك بحياتك ما أزك اه اف بركي ما أزاني بعلمه ممكن بس أنه في كتير بيأزوا بلا ما يعرف شو يعني بعلمه يعني بلا ما يعرف اه بدون قصد لحظة بس عن قصد ولا غير قصد اللي أزوني من أصحابي عن قصد كتار وإفانشلي عن قصد اه اه وإفانشلي ايه انا قبل كنت تمارس يعني خليني خبرك أنا كيف قطعت بحياتي لا شوف أنت بقياه مرحلة شو كنت تمارس كذا شي بعتني طب حياتي طب أنت الباب يسمع خليني شوف أنت بأي مرحلة من هاي المراحل قطعت بالأول أو مارست بالأول مرحلة يلي هي مرحلة شو بدنا نسميها مرحلة التجاهل يعني مرحلة يلي هي أنه تصير الشغلة أعمل حالي أهبل أهل الاستهبال أوكي المرحلة الأولى كانت مرحلة الاستهبال يلي هي أنه تصير الشغلة أو تصير ما بدنا نسميها بعض صعيب بس أنه هاي الشي اللي بيعملوا فيك القريب استهبل يعني أعمل حالي ما انتبهت أو ما عرفت أو أنه أنا هاب أهبل المرحلة التانية كانت مرحلة المواجهة مرحلة المواجهة يلي هي أنه لأ تصير الشغلة روح لعند الشخص قوله لا أنت عملت هاك ولا يصار هاك ولا يعملت هيدا الخبرية هون وقفت لها المرحلة لأن اكتشفت أنه ما حدا بتواجهي بشي كامشتي عليه بيعترف دايما رح يلاقيلك مبرر رح تطلعي أنت السخيفة مية بالمية ورح تطلعي سخيفة رح تطلعي أنه عن جد جاي عم تسأليني وبعد كل هالعشرة بيني وبينك عم تسأليني عن هيدا الموضوع عدا أنت سخيفة مع أنه أكيد هو اللي جارح وهو الغلط فوصلت للمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة اليوم يلي هي عن جد التجاهل فأذن من الاستهبال إلى المواجهة إلى التجاهل اللي هي عن جد لما تصير الشغلة قد ما تنقذي وبعدني بنقذي كتير بتجاهل كليا 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 وما بسأل وبضلني بحالي ويا رب بالسترة والحيط بالحيط فأنت اليوم بأي مرحلة غنوة شوف أنا والمواجهة أبدا مش أصحاب بحيالها شي بيصير معي إن كان بالحزن بالزعل بالتعصيب أنا شخص ما بحب واجه بحب هيك اترك بقلبي وأنا بفضي على مهلي لحالي مع نفسي أنا مع التواجه لا فإذن أنا بتقريبا خانة الجهل ولكن هيدا الجهل اللي أنه التجاهل لأنه في فرق بين التجاهل والجهل فإذن بمعجمهن ويلي بتقول فيه خدم وطور وشو قلت هلأ من شوي سفقت كلمي كامل شوي بهايدا المواجهة فحه بي فحه وبي لأ قلت شي عن عقر عمق شو قعر قعر المعجم يلي فيه قعر وفحه ما بتعرف أنه فيه فرق بين جهل وتجاهل ما بعرف كيف ماشي أوكي أنا أنا بالتجاهل مع أنه أنا بتجاهل هيدا الشخص ولكن أنا بكون عم بحط بقلبي كتير وأنا أنا شخص بحط بقلبه كتير لأنه ما بحب واجه نحن من الناس يلي بيتخطوا ما بينسوا من الناس يلي بيسامحوا وما بينسوا صح؟ حياتي لأنه من الآخر يعني إذا بدك توقف حياتك أو تنتهي على حياتك على كل كلمة سيئة أو على كل يعني تصرف خاطئ من أشخاص عم بيقطعوا بحياتك كنت ماشي بتكون نطامر حالك بيقوتك وقعدت عم بتشطب بحالك سؤال سؤال لقالك قطعت شي مرة بحياتك فترة أو تجربة أو إذا بدك سوشال إكسبريمنت قلت فيها هيتلا ما أحكي مع حدا من أصحابي لأشوف مين رح يحكيني مش بالمعنى السخيف مش بالمعنى السخيف طبعا الهاي سكول يعني مش أنه ما بدي يقول بونجور اليوم لأشوف مين رح يقلي بونجور لا أصدق بمعنى أنه الاهتمام أنه تسألي أنه تعال نروح نتغدى تعال نروح نأكل شو عامل تع كيفك اليوم شو صار بهيدا الموضوع اللي خبرتني عنه قطعت شي فترة قلت ما بدي أسأل شي لأشوف مين رح يسأل عن جد وشو صار به هالمرحلة أوكي دفنت لي أطعفية وأنا بذكر ميل كمان تعرف هيسم ومستمعين أول شي بمصوار يعرفوا أنه أنا كتير أيام قد ما أنا شخص منيح وقد ما بحمل بقلبي وبحمل 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 بتجيني فترة وين بفصل على العالم كله وين أنه بصير شكك بمحبة وصدق وكل شي طبعا العالم من أقرب العالم لألي لدرجة أنه يعني مثل أنه بنشف مثل أنه ما بقعد بحكي لأنه خلص بصير عم عم براجع نفسي أنه هل هنا عن جاد أصحابي طب إذا بيحبوني ليش ما بيسألوا عني ليه ما ليه بس أنه صدقتنا كينية عن دهرات ليه ما بيسألوا غنوة كيفك غنوة شو عم بيصير معك بيلوموني كتير أصحابي أنه غنوة أنت ما بتحكي اللي بقلبك طب إيه أنه إذا إذا ما رح تسردها معي سردة اتطلع مني أنا شو بني أكيد مش رح تطلع إذا أنا بشوفكم مرة بالأسبوع إذا منشوف بعد over coffee for like two hours وين بدكن تعرفوا شو عم بيصير معي وين بدكن تطلعوا شو عم بيصير معي بعتقد بعتقد هاي الحلقة ما كان لازم لحظة لحظة بعتقد هاي الحلقة ما كان لازم تصير لسبب أنه أنا بلشت حس بتقرب من غنوة بلشت حس قدي غنوة عن جد تشبهني وهذا الشي بعتقد منه صحي ذري تقسك رح وقف الحلقة هون لحتى ما أتعلق لحتى ما أتعلق بغنوة أكتر لا بس عن جد مجرب حب وقف أنا مجرب أوكي لا عن جد لحظت لحظت أنك كتير بتشبهيني بهالمطرح يعني أنا سألته لأقلك هيدا الجواب لما إرجع أكيد أبرموا لعندي لأنه دايما بنبرموا لعننا السؤال أنا كمان من الناس يلي أكيد بقطع بهالمراحب بهالمرحلة ويلي نفس الشي يعني كتير بوصل لمحل بقول طيب لا أنا عم بعطي هالقد لناس مسميين حالهم معتبرين حالهم أصحابي كتير وأنا كمان معتبرهم أصحاب انتبهي يعني ما منكون أنه معتبرينهم أعداء أصحاب بس أنه شو تبع الصحبة شو هو الصديق بحياة الإنسان هون بيختلف المعيار شو هو الصديق أعم هون بيختلف المعيار يعني أنا بأكد لك أنه من بين كل أصحابي يمكن بشيل واحد أو اثنان يمكن عنده نفس تبع الصديق أو نفس التعريف يلي هو شو هو الصديق بالنسبة لك يلي هو عن جد مش مش شعر بس عن جد يلي بيفهمك أول شي من نظرة يلي عن جد قلبه عليك بمعنى أنه إذا غنوة اليوم هي عتلينة هم ما بعرف يا إختي عندها جالي كتير أوكي هالآت سخيف الموضوع عندها جالي كتير بيكون هيسم عن جد بهالنهار مذكر أنه غنوة يا الله عتلينة هم أنه عندها جالي كتير اليوم هتلا إلا شو صار معيك إذا خلصتهم هتلا شيلون عنها يعطيت موضوع سخيف بس أنه الصديق هو الحدا اللي عن جد مش بس أنه بيسأل أنه لايكي تعني تغدى لايكي عندي مشكلة تعني سعديني لا لا الصديق هو اللي بيعرف أصلا بلا ما تخبريه يلي هو بيخبرك شو بكي يلي بس تزعل عن جد هو بيعرف أنه غنوة زعلت لأنه هيك بلا ما يضطر نقعد نختلف أو نقعد نسألك شو بكي شو صار معيك بتحكي شخص معين أو ما عندك هيه هيدا الشخص قبل إيه هلأ لا أنا ما عندي هيدا الشخص بحياتي عند شخص بعضه موجود بس هلأ بطلت أعمله لأنه وصلت لمرحلة أنه إيه ما أنه هيدا الشخص لأنه صح كان عم يسمع زعلت فجأة هلأ لما لما فكرت بهيدا الموضوع أنه ما عندي شخص أحكي معه شو بني هلأ رح أطلع أهبة رح أطلع أهبة لأني مبرد على تليفوني بس أنه أنا الشخص يعني فيك تحكيني وقت اللي بدك مثل ما كسر الاتصال مبارح أيها الساعة أنا انبساطت بالاتصال مبارح لأنه كان هلأد من قلب للقلب بس أنه إيه أنا كمان من الناس يلي وصلت لمرحلة بطلت أحكي هذا الشخص أو الأشخاص يلي كنت قللهم أنا زعلان لأنه هيك أو لا فش خلقي لأنه هيك لأنه وصلت لمرحلة يحس أنه أصحابي وعراسي وعيني بس أنه ما حدا بيهمه يمكن بيهتمه بس ما بيهتمه لحتى تخبرين هلأد عم تفهمي علي أو عم بطلع كتير متناقد يعني ما هو بلا عم بفهم بس الفكرة أنه مثلا أنا شخص كتير بحب اسمع على الشخص التاني كتير بحب مثلا هلأ أنا عندي عندي رفيق تعرفت عليه بهذا البروجيت تبع say yes to the dress و مش أنه التوارد صدقتنا بس أنه صرنا أصدقاء عن جد واو غنوة واو عم تزيدي السيركل عم تكبري السيركل عم تزيدي قائمة أصحابك أنا ما بعرف حلو 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 مثلا عرفت أنه هذا الشخص ما بيحكي كتير أنا كتير بحب لما شخص أعرف وما بيحكي كتير أو بيحط بقلبه كتير كتير بحب اسمع له كتير بحب قل له أنه أنا هون أنا بسمع أنا بهمني وبيزعل لما العالم تقل لي أنه يمكن ما حدا بهمه شو عم بيصير معي لا طب أنا بهمني بس عندي سؤال لقلك لأنه هون بدي وصلك يعني هون بدي وصلك للي أنا قلته قلتي لهذا الشخص أو وصلتي الفكرة لهذا الشخص مرة واثنين وعشرة أنه أنا بحب اسمع أنا بهمني أعرف شو بيك أنا بهمني هو ما حكي فأنه خلص ما بقى عامل شي مش بس ما حكي يعني ما كان في خط روحة رجعة عرفته حكي مرة بعدين خلص رجع نفس الشي أو يمكن حكي مرة بس ما همه يسمع لك مثل ما بسمعتي له طب ما بتوصل إلى محل تقولي طب أنه خلص أنه أنا عملت اللي علي وزيادة يعني أنا من الناس اللي بقول لأصحابي كنت اللي كتير مقربين اللي بحبهم أنا حدا بيسمع بقوله مرة واثنين وعشرة بسمع مرة واثنين وعشرة بس لما تصير الشغلة مثل كأني عم بجبره يخبرني هادي بطلت أنه هو حدا مرتحلي هادي صارت أنه حدا أنا عم بجبره يحكيلي صار أنه يلا أنا عم بجبرك تحكيلي لا هي أنه أنا أنا مفروض بيين له لهذا الشخص كاركتاري كيف وهو يتصرف ساعتها مش ضلني أنا وراه يعني هادي هيا الخبرية فهون بتصير تحسي أنه لأ لازم أخذ ستابلة وراه برك بعتقد أنه نحن عنا إياها هادي مشكلة بالمجتمع أنه نحن يمكن ما ما منسأل عن بعض وعن جد منفوت ب أنه مشاكل أصحابنا وأصدقائنا يعني بيكفي مثل أنه حسب لما توصل على الشغل هاي كيفك سا فا ما بتنطر جواب التاني أنت صح عم تسأله هاي كيفك بس لا نطرته يقول لك كيفه ولا أنت عيني هاي كيفك يعني واتقف أنا مش منيح بس أنا شو رح أقول لك منيح لأنك أنت منك عيني سؤالك فكتير أنا يعني عن جد أنا لازم شت حالي هايسا بعتقد وما بقى أتصرف على أساس أنا ما لازم أتوقع أنه كل العالم مثلي عندي سؤال لك عم بتحب تقضي إيمات أو أوقات لحالك بعيدا عن الأصدقاء هل زيدة معك نقصانة معك أو بعدك مثل قبل لا صراحة كثير ديب هاي الحلقة ما بعرف قد راح فينا نتحمل شوفي أنا حدا ما بينتسى ولو أنت مسلت العكس لا عن جد أنا حدا بيحب الوحدة بفترات معينة لأنه بتفيدني يعني بحب أقعد مع نفسي فترات وكتير متناقض لأنه حدا كتير بيحب يقعد مع نفسه وكتير بيحب يكون بجامعات ويكون بجامعات الناس اللي بيحبها يعني مع أهله كتير العائلة إجمعة أصحابي يكونوا مجموعين مبسوطين مع أحد بعض وبنفس الوقت بحب هاي دي القعدلة واحدة هاي الفترة وصلت لمرحلة عم حس أنه القعدلة واحدة صارت كتير زيادة وبنفس الوقت ما بدي بطلة يعني ما عم فيني بطلة يمكن ما بعرف إذا من ورا قعدت كورونا إجيت وراها المشاكل اللي عم بتصير إجيت وراها أنه أنا ومحيطي إذا بدك أخدت ستاب لورا اللي حكيت عنها من شوي يلي هي أنه خلص أنا كنت كتير منيح لفترة كتير طويلة بحياتي أنه مش أنه يعني فرجوني أنتو بالمقابل لا ماني ناطر شي بالمقابل بس أنه أنا كنت كتير منيح بفترة فهلا اللي عن جد بهمه يحكيني يسألني يسأل عني أنا هون أنا هلأ بهذه المرحلة بحياتي فبقلك أني سعيد أو تعيس ما بعرف صراحة لأنه هلأ إذا بيجي بفكر فيها أنا very satisfied باللي أنا فيه يعني أنا مبسوط لأنه بعرف أنه هلأ اللي عم يحكوني هلأ وأعم بحكي معهم هلأ هلأ أني عن جد ناس بهمهم أمري مش ناس ناسين أني موجود بحياتهم ولكن بعدني الحدا اللي بحب أصحابه يكونوا مجموعين حده أصحابه مبسوطين أنا حدا كتير بحب أني يشوف عن جد حدا مبسوط قدامي من كان من أهلي من أولاد أخواتي من أصحابي فبحب بعدني هيدا الشخص بس بركي صرت فضل الوحدة شوي من بعد الكفوفي اللي أكلتم بحياتي أنت غنوة وين أنا هيسم كتير عم بتلاقي بأصدقاء بأشخاص اللي فترة مش شايفتهم بيقلوا لي غنوة داخلك أنت ليش بطلتي عم بتنزلي فيديويات مثل أيام زمان أنه بفترة كورونا وهاك كان عم بيكون جوابة as simple as that الحياة life is happening الحياة عم بتصير معي لدرجة أنه ما عم هلا أنا 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 مغيرة أنا مغيرة ومش حاب أني عم بتغير من أي ناحية كيف يعني عم بقصة على حالي يعني كيف بدي أقول لك بلا ما اتأثر كيف بدي أقول لك أنا شخص عم بقصة على حالي لأنه إذا بدك أنا شخص منيح إلى ما هنالك قدما عم بقصة على حالي بطلت عم بحس أني عم بقدر أعطي مثل ما قلي بالعادة إن كان بالمزح إن كان بالضحك إن كان بالتعامل مع الأصدقاء أيام كتير بكون مخمودة بتعرف شو يعني مخمودة من أولا بس ما بعتقد الناس بيعرف مخمودة يعني هيك بالعالم العرب وهك يعني يعني هيك هذه أنا اللي أنا اللي عادة لما كون بجامعات العائلة الأصدقاء بكون غنوة لكلها حيوية أيام بعدنا بس أيام كتير بطلت و يعني ما بعرف ما بعرف أنا قلت مرة على أول شي بمصور وهلا بدي أرجع أولا أنه أنا عم بكتشف الحياة على كبر وعم تصدمني الحياة ومثل أنه خلص أنا كاشفة الحياة مثل ما هي وعم عيشة بس لعيشة مثل أنه خلص شو بديك مني يا حياة أنا فهمت أنا شو على هيدا الأرض أنت عم بتعايشين على هيدا الأرض لعيشة مثل ما أنت بديك وخلصيني مثل أنه خلص أنه 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 بس أنت إلي بس إلي إنت وين في justice و fairness بهيد الحياة ليش ولا مطرح اي اي يعني انه انا ليش بدي عيش هيدا الشي اللي عم بعيشه ان كان بالمشاعر ان كان بالحياة ليش بدنا نعيش صدمات نفسية بهيد الطريقة ليش بدنا نتعلم بهيد الطريقة عن الحياة بالطريقة اللي بتأذي ليش بدنا نقذى انا اي انه لا بدنا ناكل كفوف لنتعلم انه فينا نتعلم بالحقيقة هي والحياة ماشي حلوة بس انه ما في جواب يقولك يه الا انه هيدا الحياة يعني مثل ما انت قلت بجوابك اللي استعملتي بس انا سؤالي من اللي قلت هلأ بفهم منك لانه انتبهي انا بعتقد هيدا واحدة من الحلقات اللي ما بعرف اذا رح نطلع بخلاصة باخرة يعني بعتقد هيدا واحدة من الحلقات اللي رحضان مفتوحة لسبب انه هلأ انت اللي عم بتقولي انه الحل انه نحنا نبطل نحنا لحتى نمشي مع الحياة اللي ماشي ايه انه خي ما تحط بقى افار على شي غير على نفسك انا هيدا البودكاست انا بنهار من الايام لحظة بس بتاوصلك بس شغلي غنوة يلي هادية ويلي شو قلت هامدة هامدانة ما بعرف خامدة بجمعات الاصحاب والعائلة هي مش غنوة هي the new غنوة فلاي بدأت تصير لاي بدأت تصير غنوة الجديدة لتتماشى مع الحياة يلي يلي بتطعم يكفوف ليه مش العكس يعني ليه ما بتضل غنوة غنوة عم بسألك انتبهي عم بسألك بعرف لانه انا خلص قررت انه كون عم بفوكس على نفسي ما يكون هممني غير نفسي لانه كنت عم بقلك انه عم بعطيك كنت بلشت اجزامبل انه انا يوم من الايام من وراء شخص معي انه كنت بدي واقف البودكاست بس وانس رجعت نفسي وركزت على نفسي وفكرت انه لا اغنوة انت ليش بدك تقرني نفسك بغير عالم ليش ما بدك تفكري بحالك ليش ما بدك تفكري انه انت بدك توصل إلى هيدا الشي وراح توصل إلى هيدا الشي وانا بهيدا المرحلة انا بمرحلة انه بدك شي وبدك وصل له بدك ركز على نفسي بدك حب نفسي بدك اهتم بنفسي واللي حابب يكون معي على هيدا الطريق اهلا وسهلا فيه بس انه انا بقى اعمل افار ليكون شخص بحياتي ليحبني ليعملني متل ما انا بدي او متل ما انا عم بحبه او عامله لا اتنكيو خليلك صدقتك لنفسك خلي حبك لنفسك وتنكيو انا ايم جود انا ايم جود مني بقى الفكرة انه ما بقى ناطرة شي من حدا هيسم بهالحياة ماني ناطرة شي غير من نفسي ومن انا قديش بدي اعطي بهالحياة وتنكيو لاول مرة باول شي بمصوار انا هيثم المصري وقر واعترف اني بتبنى كل حرف قالته غنوة باخر دقيقة وبدم صوتي لصوتي بجملة انا مش ناطر شي من حدا انا انا واللي عبيله يتفضل كتير صح اللي قلتي فعلا هيك كتير سائل بس صعب بس صح يعني كتير ما انه هين يصير بس عن جد هيدا الصح انه يصير انه كون انت لانه كافينا وكون انت اعمال اللي انت عن جد بريحك اشتغل على حالك انت واللي بيحبوك عن جد وياللي بدوا نياك عن جد وياللي بيقدروك وبيهتموا لأمرك عن جد رح يكونوا بحياتك بلا ما تنتبه رح تلاقيهم حدك بلا ما تعمل افور فهيدا الشي كتير اساسي عن جد وللشخص المجهول ياللي هلأ ذكرتي وهيك قطع بحديثكم فكرت رح يقطع مرور الكرام لشخص ياللي كان ما بعرف شو عمل بغنوة السبب ما بعرف شو السبب لحتى خليها تفكر مجرد تفكير انه توقف البودكاست بحب قللك وقل له مين ما كان ما بعرفه بس رح ترجع تخبريني عنه اكيد تحت الهوى بحب قللك وقل له انه اول شي بونسوار نومبر وان كوميدي بودكاست باكتر من دولة عربية صح? صلحيلي اذا انا غلط صح نومبر وان يعني هو من توب هو نومبر وان ما بعرف بكم دولة ككوميدي اذا بدك من التوب تن بكل الدول العربية دول العربية كوميدي قصمهم بين كوميدي وبين تاوك شو كوميدي تاوك شو ما بعرف شي شي فرق بينتهم بيقعد يفسر ليهم كريم انا ما بفهم كوميدي انتروفيوز شي بيقعد يفسر لنا كريم عنوان وبيفرجينا ارقام مهم هلا ما عم نكذب عليكم في ارقام بتثبت انه اول شي بونسوار عم يعمل شغلك كتير حلو هيدا اللي بدي وصلك يا هيدا شي ما اجا بيوم ويومين اجا صار له سنة ونص عم بي عم يجي حياتي صار لنا سنتين شو باك صاروا سنتين بنوفمبر قطعوا السنتين لا حبيبتي مش سنتين بلشنا بال حياتي بلشنا بنوفمبر الـ 2019 مع الثورة او ماي جاد صاروا سنتين اوكي اللي عم بتسمعوه هلا هو نتيجة سنتين عن جد من الشغل مش بس انا وغنوة الحق علينا بيشو وين صرنا عن جد مرسي لك الحدا هالأدعم بيحبنا هالأدعم يعبعت لنا مساجات كل مرة منقول نفس الشي وهيدا اكبر دليل يا غنوة متل ما قلتلك انا عن عن الضفضع عن قصة الضفضع بالحلقة الماضية واللي ما سمعي روحي اسمع بيهديك الحلقة انه اهم شي تسكري ديناكي وتمشي تسمعي بس الايجابة تسمعي بس النقد الحلو يلي من حدا عن جد بدويك تتطوري مش من حدا بدوي يكسرك مش حدا بيقلك حيالله جملة وانتو انتو اللي بيحبكن رح يكون حدكم بلا ما تعملوا افور وهيدا المهم عن شو حلقتنا الأسبوع المقبل هيسم هلا على أمل انه يتحسن شوي للأسبوع المقبل لانه هاي الحلقة ما بعرف اذا الناس لاحظوا بس انه صوتي لاحظوا لشي جديد السعلي عندك هلا انتو ما بتعرفوا يا جايز بس بنرجع على كريم بيتعذب بس لانه عنده شغلة يعملها كله أسبوع انه يشله سعلات ولا هايسا من كل حلقة لايكي لايكي رح اتر انه كنا نسجل بالستوديو تقلنا الخشب اللي بالستوديو بيعمل لك تعطيس فهمنا وسعلي رح وصل ما قاعد بنص بيتك ليه عم تسعول لا اني مريد مرسي انك سألت مرسي انك صديقة انف لا تسألي اذا مريد او لا وين مريد ايا ساعة مريد مش مبين عصوتك شو باك مش مبين عصوتي اني مريد لا شو مرشح واللي سعالت واني شوية حدك ما كانوا واضحين اني مريد مرشح لا لو اي رو امتبهي امتبهي ما رح فوت معك بنقاش بس رح تضطريني ووصل لمحل ان فرجي الناس وقائع ومستندات شو بيحكي كريم على الجروب وشو بيقول لامين زبط الصوت ولامين ما زبط ولامين بيقول حطي تتمك على الميكرو لانك قاعدة عم تحكي لواحدك بغير قوضة ولامين بيقول مرشي على هالصوت الحلوى برابو عنجاد ذكرتني بأي تلميذ كنت انت بالمدرسة مش بس هيدا الشاطر اللي بيجيب 18 من طبع اللي بيفسده انت بقى انه معدام غنوة عملي صح عنجاد صح فميرسي كريم عن شو حلقتنا الأسبوع المقبل الأسبوع المقبل هي الأسبوع المقبل رح نحكي عن مسلسلات مسلسلات خلصت مسلسلات عم نحضرها شو عم تحضر غنوة على ناتفليكس شو عم يحضر هيسم على ناتفليكس شو في جديد على شاهد شو عم نشوف على شاهد اذا حبينا نهاية الهايب أو لا شو المسلسلات الجديدة اللي رح تبلش أول مسلسل رعب العالم العربي مقتبس عن قصة حقيقية رح نحكي عنه بتفاصيله ورح نحكي معلش بأول صور مع قصة صور مع ضفر صور مع تقل لا بدنا نحكي رح نحكي شو سبب الصور رح نحكي عن أدوار هيسم اسم الله بالمسلسلات ورح نحكي مثل ما قال عن كل شي تاني وعد لحظة 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 وعد بالأسبوع المقبل بالحلقة اللي جاي مفاجأة من العيار الثقيل رح نعلن غنوة وأنا شي بخص غنوة كلكن قطعت فترة كلكن عشتو رح نرجع نعيشه مستمعينا ورح نعلن بالحلقة المقبلة إلى اللقاء Thank you so much guys لأنكن كنتم معنا عملونا فالو على أول شي بمصوار على انستجرام مثل ما بتعرفوا في تهديد يعني بعده موجود اللي هو إنه بدنا نوصل للـ 1200 من هلأ لإخر السنة على فكرة بطلنا بعد صنع بالـ 1108 بطلنا بعد 1108 فيلا بعد في 92 شخص يعمل فالو لأول شي بمصوار على انستجرام ليكفي البودكاست ونحن كتير جديين على فكرة Thank you so much guys We love you Bye Bye